الكمامة سادة الكرام للأسف انست عنده هواي ناس لا والله مو عنده هواي ناس انست تقريبا عند السواد الأعظم من الشعب العراقي لأن آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية تدرون اش قالت تقول نسبة اللي يرتدون الكمامة بالعراق 2% 2% اي نعم مثل ما سمعتوا النسبة مع العلم إصاباتنا رجعت تلامس ألف حالة يوميا بعد الانخفاض التدريجي النسبي اللي صار خلال الأشهر الماضية بفضل الله وجهود الجيش الأبيض الانخفاض بالإصابات والوفيات كان لازم يخلينا نزيد من الالتزام والوقاية خصوصا فقدنا أعزاء جدا بس تلأسف اللي صار هو العكس تماما على المستوى الاجتماعي ووصل الحال بالجهات الصحية أنه لوحت وحذرت بإعادة الحظر بالكامل اليوم راح نوقف عند اتشار كورونا والسلالة الجديدة المخيفة اللي أهل الطب كثير جدا متخوفين منها وأيضا عند العملية التربوية والمدارس والدوام وأكو مدارس اكتشفوا نص الطلاب مصابين وامتحانات نصف السنة اللي تم تأجيلها من قبل الوزارة يوم عشرين بالشهر حياكم الله 270 إصابة بكورونا معدل زيادة اليوم عن حصيلة يوم أمس هذه الزيادة اجدتي مع سلسلة توصيات من وزارة الصحة اتحذر من التراخي بالوقاية الشخصية والإجراءات المجتمعية المقاوف مشاهدين الكرام بدت تتصاعد من جديد بعد قرابة العام من التعايش مع الوباء والالتزام بلبس الكمامة والكفوف وحالة الأطمئنان اللي سادت النفوس بعد رفع الحظر الجزئي وعودت الحياة إلى طبيعتها بصورة أكبر هذه المستجدات السريعة جايثير الكثير من الناس ومن التداعيات خاصة مع الحديث عن كوفيد 20 وإمكانية غزوة للعراق بموجة جديدة للسلالة المتحورة لا سامح الله بحيث مر إعلان وزارة الصحة عن دخول لقاح مرتقب للبلد بغضور تث أسابيع بدون تفاول اجتماعي متوقع المشهد الدراسي يا جماعة الخير هو الآخر جزء من واقع الصحة العام وعيد متتالية للامتحانات وحسم إجراءها ما زال غير مؤكد أما الوضع بالمحافظات فما يبشر مطلقا بخير من ناحية اكتظاظ المدارس وضعف الإجراءات واللي أثبتت الحالات الكثيرة بين الطلاب بذيقار وخلت دائرة الصحة هناك الطالب بإعادة فرض الحظر التجوال وإغلاق المدارس لمواجهة فعلية لجائحة كورونا والله يسلمكم ويسلمنا من السلال الجديد حياكم الله مشاهدين الكرام مجددا وحلقة جديدة من الثامن عبر قناة الرشيد الفضائية أتشرف بالحوار على المستوى التربوي والصحي مع ضيوفي الأكارم كل منه الأستاذ أحمد الجميلي رئيس مجلس الأباء ضيفا كريما حياك الله أستاذ أحمد حياك الله حياك الله وأيضا من بغداد مع الدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة ضيفا كريما مساء الخير دكتور سيف المحترم ونورتنا في هذا اللقاء نتمنى أن تكون حلقة مكاشفة مع الرأي العام وبانتظار سادة الكرام وصول ضيفنا المتحدث أيضا باسم وزارة التربية الأستاذ حيدر فاروق بانتظار وصوله في نصف الحلقة بإذن الله تعالى أستاذ أحمد خلينا أبدأ جنابك الكريم تسمي تخبط ارتباك قلق تردد عدم دراية بالوضع احنا سمعنا لحد البارحة وتواصلت أنا وحضرتك أنه يوم ستة اثنيا هو موعد امتحانات الابتلاية أحسنت بالضبط النصف السنة سنة اليوم اتفاجئنا تم تأجيل المعلومة التي عندي كانت هيئة الرأي وأعضائها يعني ما عدهم هذا الرضا ومراضين مطلقا على موعد وبالتالي تم تأجيله أيضا بس عشرين هم قريب أستاذ أحمد احنا عايشين في عفوا نسمح لي يعني كأنما العملية الدراسية دنحسة للزك عفوا يعني ليس بهذا المنطق تفضل طبعا تحية لك حياك ولمشاهدي قناة الرشيد الفضائية اللي الشرف أن ألتقي مرة أخرى بجنابك بموضوع يخص طلبتنا العزاء طبعا في ظل جائحة كورونا اللي ضربت العالم والعراق اللي يعتبر جزء من عدهم الضغط اللي صار على كل بلدان العالم واللي أيضا العراق جزء من هذه بلدان خلت الأمور ليس في نصابها الحقيقي اليوم وزارة التربية جنابك تقول نوع من التخبط هو ليس من التخبط الحقيقي ولكن نتيجة زياد الإصابات وتحذيرات وزارة الصحة ارتأت في تقديرنا نحن كمجلس أبا أنه وزارة التربية تهيئ كافة الأمور والمستلزمات لأداء الامتحانات برغم برغم أنه كان الموعد اللي حدده هو موعد غير دقيق واستطاعت الوزارة اليوم أنه تعيد ترتيب هذا الموضوع موضوع تاريخ الامتحانات فصار الجميع لجميع المراحل المتمثلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية يوم عشرين طبعا هناك كثير من الملاحظات لكن احنا يجب أن نتحلى بروح الفريق الواحد نعم أكو أخطاء أكو سلبيات دورنا كمجالس الأبا ننبه لهذا الموضوع ونشد العزم مع وزارة التربية لأجل أن أبنائنا يعبرون إلى مرحلة بر الأمان في ظل جائحة وخصوصا في سلالة جديدة الكل أعلن التخوفة بل سمعنا كثيرا من البلدان ابتدأت بغلق مطاراتها ابتدأت بتهيئ كافة الأمور لهذه السلالة ومن ضمنها يجب أن يكون العراق جزءا لا يتجزأ من العالم أن نتهيئ بكافة الوقاية الصحية الوقاية الطبية الضغط اللي صار ممكن يولد أخطاء نتيجة الضغط نعم هناك أخطاء لكن احنا يعني في تقديرنا السادة أحمد بما أن الدكتور علي مخصر في دليمي هو ظهر من رحم وزارة التربية مع هيئة الرأي فأكيد لا بد أن يضعون الحلول المناسبة يعني الحل الأنسب عفوا وراء هذا التأجيل تعتقد إغلاق المدارس؟ يعني أعلنت وزارة الصحة وبصريح العبارة أنه إذا يبقى الحال على ما هو عليه ممكن أن يتجهون إلى الحضر نحن هنا نعدنا الحضر نقطة كل مهمة بها السادة أحمد يعني إذا من ننهي الأمور رح يصير تأخيرات هذه التأخيرات بالتالي رح تنعكس سلبا على جميع المراحل وخصوصا المراحل المنتهية العام الماضي استطاعت وزارة التربية طبعا بقرارات يعني كثيرة جدا أنه تعبر بأبناني إلى بر الأمان ولكن هذا لا يمنع أنه هناك أخطاء نعم هناك أخطاء أكيد لكن الأخطاء سادة أحمد نتيجة الضغط المرهون على الوزارة بل على كافة الوزارات اللي هي وزارة التربية جزء من هذه الوزارات طيب إحنا لازم الآن نتحل بروح الفريق الواحد ننتقد الانتقاد هو ليس سادة أحمد عذرا الانتقاد هو ليس أنه تقليل من الأهمية اللي وفرتها وزارة التربية أو المواقف طيب اسمح لي أنتقل بذات السؤال أيضا لكن على المستوى الصحي مع الدكتور سيف دكتور سيف مساء الخير نورتنا في هذا اللقاء مجددا احتي لي عن مكان من خطورة كوفيد عشرين أستاذ سيف شنو أعراض الأساسية اللي لمستوها أستاذ سيف ونتمنى أيضا من حضرتك أنه تكون معلومات حضرتك واضحة جدا للرأي العام حتى الناس تلتزم على أقل تقدير وتعرف شنو أعراض هذه السلالة الجديدة فضل شكرا جزيلا مساء الخير تحية لحضرتك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام وأشكر الدعوة مجددا للمشاركة في برنامجك المحترم وهذا دليل على متابعتك لقضية كورونا هذا الأمر الهام واسمح لي أن أشكر مؤسسة الرشيد متمثلة بمديرها العام الأخ العزيز الأستاذ علي بابان وكل الأخوة العاملين من مقدمي برامج من مراسلين من مصورين والذين لا نعرفهم لخلف الكواليس من مخرجين وغيرهم تحية لهم الرشيد خلال السنة الماضية أكثر من سنة كانت أحد الشركاء الأساسيين في موضوع نقل التثقيف والتوعية الصحية عن جاعة كورونا أمانة وليس مجاملة وشهادتنا بكم مجروحة وهذا دليل الإعلام الوطني الهادف الذي يخدم المجتمع فشكرا جزيلا نعم سيدي الكريم المعلومات الواردة عن السلالة الجديدة بالمناسبة لحد الآن لم يعتمد تسمية كوفيد 20 السلالة الجديدة هي طفرة جديدة من عائلة فيروسات كورونا الكوفيد 19 هو السلالة السابعة وأكيد قبلها كانت هناك سلالات أخرى نعم أشهرها السارس والميرس نحن منذ ظهور هذه السلالة في أواخر عام 2019 توقعنا حدوث طفرة جديدة لأن هذه فيروسات الـ RNA فيروسات النفسية هذا النوع تحدث فيها طفرات بشكل يعني باستمرار وتتغير المادة الوراثية لتسلسل الحامض النووي الرايبي منقوص الأكسجين عفوا الرايبي فتؤدي إلى ظهور أنواع جديدة أنواع جديدة قد تكون أكثر خطورة أو أقل خطورة حسب لكن بالنسبة للسلالة الجديدة المعلومات الأكيدة التي وردت لحد هذه اللحظة نعم أنها تمتاز بقدرة أكبر على الانتشار وهذا أمر خطير الموضوع الثاني أنها تصيب فئات عمرية لم نعتد على إصابتها بالسلالة السابقة اللي هم فئات الأطفال يعني أنت ذات الذكر نادرا ما أصيب الأطفال في مجتمعنا أو في كل العالم تقريبا نعم والأطفال الذين أصيبوا كانت تعدهم مشاكل مناعية أصلا وأيضا المعلومة التي تأكدت أخيرا نعم من صفات هذه السلالة أنها لديها قدرة أشد يعني يكون المرض الناتج عنها أشد وأكثر خطورة هذه العوامل الثلاثة المهمة جدا والخضيرة جدا يجب أن تكون في الحسبان أضف إلى ذلك موضوع كوننا في موسم الشتاء وموجة البرد الأخيرة اللي مرت هذا أيضا عامل خطورة والأخطر والأهم والمؤسف حقيقة واسمح لي أن أكون صريحا وأنت طلبت من عدي تفضل أن أكون اللقاء مكاشفة تفضل عدم الالتزام الواضح وعدم التقيد الصارخ بتوجيهات الوزارة لبس الكمامة حضرتك قلت نادر أنا أقول لك شبه معدوم في كل المدن العراقية ولا أستثني أي مدينة حتى في قليل كردستان التباعد الاجتماعي غير مطبق المناسبات المختلفة مناسبات الدينية مناسبات الأفراح مناسبات الأحزان التجمعات المختلفة شوف الأسواق شوف المولات نحن أمس كنا بدأت حملة وطنية للتثقيف والتوعية ومتابعة المخالفين وإجراء الفحوصات الميدانية ومتابعة المدارس في كل المدن العراقية يعني شفنا كثير من المخالفات وزارة الصحة لي وحدها بكل صراحة وزارة الصحة بالنهاية وزارة خدمية نحن نقدم تشخيص وعلاج وتوعية وتثقيف صحي إذا ما كان هناك شعور بالمسؤولية من قبل الجميع إذا ما كان هناك تكاتف وتعاضض وتفاهم لحجم الكارثة قد نكون مقبلين على موجة جديدة من الوباء خصوصا العين المدققة اللي تلاحظ الموقف الوبائي صحيح أننا بشكل عام خلال سنة تحسن الوضع كثيرا عما كان في بداية الجائحة لكن خلال الأسبوعين الماضيين بالذات رح تشوف أكو تصاعد طفيف وبطيء بنسبة الإصابات بفيروس كورونا هذا قد ينذر بخطر وزارة الصحة داخلة في حالة انذار صحي وانت حضرتك اليوم شفت بنفسك كيف أنه سيد الوزير شخصيا يترأس خلية الأزمة واجتماعات مستمرة وانتابع كافة المستجدات قد نكون مقبلين على حالة تفشي جديد خصوصا في ظل عدم الالتزام الواضح يعني أنا ما أفهم شنو التفسير أنه قبل شهرين أو ثلاثة كان الالتزام أفضل العالم الوضع ما تمت حسن ظهرت سلالة جديدة شوفوا دول الأوروبية دول مستقرة وغنية أعلنت عجزة عن مواجهة في الجائحة نعم دكتور عذرا عن مقاطعة إذن إحنا أمام خطر يعني متوقع لا قدر الله وخصوصا بين الأطفال خليني أعرف من جنابك بعجالة الأعراض الأساسية الأعراض الأساسية على أطفالنا لا قدر الله ونسأل الله السلامة والعافية إذا توفر الوعي أنا مشكلتي حتى بالسوشال ميديا أستاذ سيف وعي وعي إحنا عندنا أزمة وعي مجتمعي على المستوى الصحي على المستوى البيئي على كل المستويات مع الأسف خل الناس يزعلون ما عندنا وعي ما عندنا إدراك ما عندنا يعني هذا واقف حقيقة يعني احشير على الأعراض دكتور حتى أرجع للأستاذ أحمد بعجال الأعراض الأساسية للأطفال سيدي تفضل الأعراض الأعراض متشابهة حتى في الأطفال يعني الأساسية هي ارتفاع بدرجات الحرارة رشح تشبه النشلة الاعتيادية الفلونزا في بداياتها آلام في مناطق مختلفة من جسم طبعا مع ملاحظة أن كورونا يمتاز أنه هناك فروقات فردية في الأعراض بين شخص وشخص آخر تتبع مناعته تتبع وضع الصحي بشكل عام تغذيته وغيره المشكلة في الأطفال أحيانا يكونون مصابين لكن ما تظهر عليهم الأعراض يعني ناقل للعدوى هذا الأمر أخطر يعني هو ينقل العدوى ما تظهر عليه الأعراض لأنه طفل مناعته جيدة نسبيا لكن ينقلها إلى اللي يعدهم مشاكل صحية بالبيت مثلا الجد أو الجدة كبار السن بشكل عام كثير من قصص انتقال هذا الفيروس وهذا الوباء داخل واضح دكتور واضح نشوف شخص بالعائلة غير ملتزم ينقلها لباقي أفراد الأسرة طيب أشكر توضيحك دكتور أرجع لك إن شاء الله بمحاور أخرى أستاذ أحمد يعني قلقت من هذا الكلام حقيقة جدا بأمانة أي والله يعني إحنا أمام يعني إغلاق أفضل للمدارس يعني أيضا بعض الناس يقول لك يوم أو يومين أو بعض المدارس من ملتزمة حتى باليوم حقيقة يعني المدارس الأهلية هنا في القطاع الأهلي بشكل عام ورحين كمجلس آباء اشتق ترحون على وزارة التربية إغلاق مؤقت حضر أيضا مؤقت للمدارس مثلا أو انقطاع الدوام أو عطلة مثلا مؤقتة ورحين في أي تجاه أستاذ أحمد يعني المفروض الآن بعد ما الذي ذكر الأخ العزيز يعني هذا ناقص خطر حقيقة دق والآن إحنا بدورنا كمجلس آباء الممثلين على أولياء الأمور إذن إحنا لازم نبتدأ من البيت ابتداء من البيت إلى المدرسة نأمن هاي البيئتين البيت والمدرسة يعني لازم الآن الجهود تبدي تضاعف يعني اللي يتفضل به الأخ العزيز نعم هناك تهاون بعدم لبس الكمامة هناك تهاون بعدم التواعد الحقيقي فإحنا اليوم دخلنا في قضية هاي قضية صعبة جدا وخطرة جدا في نفس الوقت في يعني إحنا اليوم إذا نتجه إلى نوقف المدارس يعني رح تبقى الأمور معلعلة مثل العام الماضي فالأفضل الآن الأفضل الآن على وزارة التربية تضاعف جهودها كاملة مع التنسيق ساذ أحمد رسالتي إلى الدكتور علي مخلف الديليمي علي حميد مخلف الديليمي اللي أطلب من عنده الآن لازم تكون روح الفريق الواحد مع مجالس الأباء مع ولياء الأمور مع كادر المدارس مع مديريات التربية مع الوزارة يقول له خلية أزمة حقيقية الآن الكل تدخل الآن الكل تدخل بالنسبة لليوم اللي يطبق على المدارس الحكومية وأغلب المدارس الأهلية مثل ما تفضلت ملتزمت في هذا اليوم لكن اليوم أكون لازم دور حقيقي إلى الإشراف التربوي بالتوجه إلى المدارس ومتابعتها متابعة الطلبة كوادرنا كوادرنا الساذ أحمد يعني إحنا ليس نتكلم فقط على طلبتنا العزاء أيضا كوادرنا كوادرنا ضروري جدا أن أيضا نحافظ عليهم لازم الآن نوضع خلية أزمة حقيقية كل مدرسة في مدرستها اليوم أدي مدرسة أنا مثلا كرئيس مجلس آباء دادية عامرية عمي الآباء أضايجين أساس محمد عند أغلبية الآباء وأولياء الأمور يقول لك عمي ما شوها إحنا دار ريد طلبتنا يدامون بزعنا من الأولاين أنا أحكي لك عندنا مجلسات أستاذ أحمد حقيقة موجودة هذه المجلسات أنا جزء أنا أيضا نوالي أمر نعم لكن اللي اللي تفضل بإخي العزيز دكتور سيف نعم دكتور سيف هذا ناقص خطر يعني اليوم أنا أضحب ابني في سبيل والله مشاكل أولاين نعم هناك مشاكل بالأولاين هناك مشاكل في موضوع التليجرام اللي أغلب المدارس تبث الدروس اللي عليها لكن صحت أبنائنا فوق كل شيء ممتاز أنا ما أقدر أضحي بابني وببتي في موضوع مثل هذا لكن نقدر نضع خطوات حقيقية بتعاون أستاذ أحمد وأكد روح الفريق الواحد لابد أن تتعاون ممتاز دكتور سيف خلينا أسأل حضرتك أيضا نعم يعني عن عن الأشياء اللي تهم الناس خلينا نسمع من حضرتك أكو نية لإغلاق المدارس أكو توجيه أو توصيات ترفع من وزارة الصحة بإغلاق المدارس لشهر لعشرين يوم تدري أنت هذا طفل وبعض الأطفال هم ناقلي العدوى يكونون وفقدنا اللي فقد أبوه اللي فقد أخوه اللي فقد والده اللي فقد جده يعني من اللاعبين والأخوة الأصدقاء يعني إلى أي مدى تعامل الوزارة مع هكذا سلالة جديدة دكتور في تطمين الناس هل فقط إحنا عدنا أزمة وعي أوكي هل متجهين بإغلاق المدارس أكونية فضل هذا السؤال وجه إلى السيد وزير الصحة والبياء وبشكل مباشر وصريح أجاب أنه إذا استمر عدم الالتزام الواضح بالتوجيهات الصحية قد تلجأ الوزارة إلى التوصية لللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية بإعادة فرض الإجراءات السابقة التي وصفها البعض بالقاسية لكن هذا الأمر هو قرار علمي وليس قرارا سياسيا أو قرارا شخصيا معطيات علمية وهناك لجنة من الخبراء والمستشارين في علم الفيروسات وعلم الأوبة وعلم الأمراض الانتقالية إذا ارتأوا أنه الحل الأفضل أن نعود إلى اقتراح فرض حظر التجوال سواء كان شاملا أو مناطقيا أو جزئيا فالوزارة لن تتردد في هذا الموضوع وكانت إجابة السيد الوزير دكتور حسن التيميمي واضحة بهذا الخصوص لكن السؤال الأهم القرار أهم أن القرار هو تطبيقه بكل صراحة إحنا تجربتنا مع مجتمعنا بهذا الخصوص ما كانت بالمستوى المطلوب كان هناك استجابة في مرحلة ما وهذه الاستجابة كانت مختلفة حسب المناطق وحسب المحافظات داخل المحافظة الواحدة حسب المدن بكل صراحة المناطق الشعبية يعني اللي كانت فيها أكثر الإصابات خصوصا مثلا مدينة الصدر مدينة الحرية محيط الكاظمية بكل صراحة نعم كانت أكثر المناطق التي لم تلتزم خصوصا الأسواق الشعبية وهذا انعكسه بعد شهرين أو ثلاثة على نسب الإصابات ولولا الجهود الكبيرة والوقف المشرفة ليطال الجيش الأبيض والتطور الكبير الذي حصل خصوصا خلال الأشهر القليلة الماضية والذي وثقته الوزارة على وسائل الإعلام ونتمنى أن يتم تسليط الضوء عليه بشكل منصف زيادة القدرات التشخيصية ما لا يقل عن 14 ألف سرير أضيفت إلى سعة استيعاب وزارة الصحة اللي هي على مدى قرن سعتها 45 ألف أضيفت إلىها 14 ألف وصلنا إلى 59 أو 60 ألف سرير ما لا يقل عن 10 ألف سرير مخصص للعناية التنفسية والحالات الحارجة طيب الفحوصات المختبرية دكتور عذراً عذراً على المقاطعة ليش ما ترجعون بالإجراءات الأولى اللي قمتوا بيها ببداية الأشهر الأولى لكورونا العام الماضي ليش ما تتجهون بفرض الحضر الشامل خلاص إحنا يعني أما نقعد ونصبر بيّنت لحضرتك هذا نعم نعم دكتور استرسل هذا الخيار وارد وارد لكنه في النهاية ليس قرار ليس قرار الصحة فقط هو قرار حكومة وقرار الدولة وبيّن السيد الوزير أنه إذا رأينا عدم استجابة وعدم تجاوب خصوصاً مع الحملة الأخيرة اللي أطلقناها يوم أمس ومستمر لهذا الأسبوع سوف توصل الوزارة بهذه الأمور وأكثر منها طيب دكتور خلينا أسئلك أيضاً عن الفئات المشمولة بالوجبة الأولى يعني منتسب الصحة الجهات الأمنية الإعلاميين العمار فوق الخمسين سنة يعني لكن غير مذكور فئة الطلاب دكتور هل ستشمل أو سيشمل الطلبة فيما بعد زين اللقاحات كافية ولا لا دكتور وهل يعول عليها في عدم الإصابات مجدداً أم لا أكدت الوزارة اليوم بمؤتمر صحفي لسيد الوزير أنه حتماً نهاية هذا الشهر سنتسلم أولى الوجبات من عدة مصادر طبعاً تعرف حضرتك وزارة الصحة أقرت لحد الآن ثلاث لقاحات وسنقر لقاحات أخرى أي شركة تقدم الإثباتات اللازمة قانوناً لإثبات فعالية أي مادة علاجية سوف تقر ومتواصلون مع كل الدول ليس فقط أسترازينيكا البريطاني أو فايزر أو سينوفارم الصيني مع روسيا مع الهند مع كل الدول التي ترعى تجارة تطوير اللقاحات حتماً سيتم استلام كميات جيدة جداً النسبة العامة التي أعلنتها الوزارة هو بمجموعة تقريباً 20% من الشعب العراقي أي حوالي 8 ملايين مواطن الأولويات كما تفضلت حضرتك هم الملاكات الطبية والصحية بمختلفها وطبعاً أبطال القوات الأمنية بمختلف صنوفهم الأخوة الإعلاميين على اعتبار أن عملهم يستوجب الاحتكاك المباشر بالمجتمع واحتمالية انتقال العدوى وكذلك كفئات الاختطار لهم كبار السن المصابون بأمراض مزمنة واحتلالات مناعية بالنسبة للأطفال أتكلم فقط يعني مثلاً فايزر فايزر هو من 16 أو 17 سنة فما فوق فالتلاميذ يعني اللي هم دونها العمر حتماً ما راح يأخذوا إلا إذا دخلناهم ضمن فئة معينة أخرى طبعاً هاي التفاصيل يبقى الخبراء بالمجال حسب نوع اللقاح نفسه لكن مبدئياً الفئات اللي ذكرتهم بالحالات الاعتيادية ما راح يكونون مشمولين إلا الفئات اللي ذكرناها أبقى طريقة إعطاءكم جرعة أكو جرعة واحدة أكو جرعتين ثلاث جرعات طريقة خزنة طريقة نقلها كل تفاصيل مختصة باللقاح نفسه والفئات والأعمار اللي يكون فعال معها هذا اللقاح طيب ممتاز شكراً دكتور أرجع لك أيضاً بمحور آخر أحشي لي أستاذ أحمد في ظل هاي المصايب وهاي الأزمة الصحية وهاي الكارثة على التعليم الإلكتروني بالضبط إلى أي مدى ساهم في تجديد الأفكار وين وصلت بهذا الموضوع فاد الطالب دمر الطالب مشى الموضوع أنا حتى أسمع أنه امتحانات تجرع على الأونلاين يعني ما أعرف يعني شو هذا الموضوع إيجابي أم سلبي شون شكركم يعني تجربة تجربة الإلكترونية تجربة جديدة أكيد يشوب هالسلبيات سبنا أكيد يعني هذا لكنه ماكو خيار لأن في ظل الدوام يوم واحد في الأسبوع ماكو خيار للطالب يعني أغلب المدارس عملت على آلية معينة للتواصل مع الطلبة لكن هناك أيضا بها سلبيات واستطاعت وزارة التربية أنا تابعت مديرية الإشراف اللي في وزارة التربية أصدرت كتاب ولا هو كان متأخر كان يفترض هذا يصدر يعني تم الظارة مع بداية العام الدراسي تنظيم الأمور التعليم الإلكتروني من ناحية ساعات البذ من ناحية الامتحانات اللي موجودة عليها من ناحية العوامل يعني أدت نقاط استطاعت يعني لكن جدت متأخر حقيقة جدت متأخر لكن مهم اليوم نحن ننتقد فات شيء ليس هو الغاية من عنده تدمير لا ما يخالب نحن ننتقد شيء نريد نقومه إلى الأفضل أكيد مشاكل التعليم الإلكتروني مشاكل كثيرة لأنه كنا نأمل أنه نستفاد من منصة نيوتن وما استفادته ما لها أي وجود فاضطرت كل الإدارات المدارس أنت تواصل مع طلبتها بطرق متعددة اللي من ضمنها قلت لك قسم الأغلبية طبعا أكثر من 900 وإن صفت على المنصة أستاذ أحمد هو يصرفه عليه المنظمات الدولية الأجنبية على منصة نيوتن وتأسيسه يعني هو هنا السؤال يعني ليش ما استفادته من عده بها صعوبة بها صعوبة في ظل في ظل قضية كلش مهمة الإنترنية بالعراق ضعيف جدا يعني إذا تلاحظ نتكلم على الطلبة والتليجرام والتعليم الكتروني نسينا نسينا المناطق الناية الأرياف اللي ما عده اعتماد فقط إلا على التلفزيون التربوي وتدري أنت التلفزيون التربوي حقيقة الطلبة يأخذ محاضرته من التلفزيون التربوي مو مثل إذا كان الأستاذ مالت المباشر يعني قد يكون الطريقة تختلف الحالة النفسية للطالب من أستاذ مباشر اللي يتواصل وياه مو مثل لأنه دي يشاهد درس عبر سبيل يعتبر إليه لكن هي خلص إحنا ما أطول في ظل ظرف أقوى من عدنا روج أعلى من عدنا نطلع بخسار الخسار الطلعناها هي حقيقة مؤلمة جدا الخسار الطلعنا بها أنه طلبتنا العزاء ما اكتسبوا الدرجة العلمية الحقيقية مثل في ظل الظروف السابقة العوام السابقة اللي ما عدنا كان أي ضرب ممتاز لكن الإلكتروني ما عدنا خيار ممتاز دكتور سيف احتي لي عن المقاهي أيضا الشعبية اشتون راح تتعاملون معها في ظل وجود هاي السلالة في ظل وجود معطيات كبيرة وتحذيرات جدية من قبلكم من قبل وزارة الصحة والبيئة أيضا كل دول العالم الآن جاء تتخذ إجراءات وقائية استباقية كيف ستتعاملون مع المساجد مع صلوات الجمعة مع المقاهي الشعبية مع مجالس العزاء ومع المجالس الأفراح وغيرها استاذ سيف الناس تشوب استاذ سيف حقيقة بها المناطق الكره وبالغربية يعني أبشرك هذا شنو راح تتعاملون مع دكتور سيف تفضل خلي نجمع كل المناسبات التي ذكرتها هو التجمع إذا نتكلم بلغة علمية موضوعية أي تجمع لعدد من الأشخاص في مساحة سطحية محددة هذا يزيد من احتمالية انتقال هذه الأمراض المعدية الأمراض الانتقالية بالنسبة للمقاهي والكافيهات والمولات وغيرها طبعا بالقانون الرقابة الصحية طبعا معنا أخواننا من القوات الأمنية أمانة بغداد وغيرها من المعنيين طبعا حسب نوع المؤسسة التي نحاسبها تغلق أو تغرم طبعا تغلق بشكل دائمي أو مؤقت حسب نوع المخالفة وتقدير المراقب الصحي هاي من جهة طبعا بالنسبة للمناسبات الدينية طبعا في أول أشهر الجاحة كانت هناك استجابة رائعة من المرجعية الرشيدة ومن القيادات الدينية والقيادات العشارية في موضوع صلوات الجماعة والجمعة وأيضا موضوع المناسبات العشارية المناسبات الأفراح الأحزان يعني مجالس الفاتحة وغيرها وهذا نرجع للي حضرتك بديت بيه البرنامج هو مستوى الوعي المجتمعي هذا إذا كان هناك ثقافة صحية متصاعدة بشكل عام وحتى نكون منصفين هناك استجابة صحيح بطيئة صحيح دون المستوى المطلوب لكن فرق كبير بين أول أشهر اللي كان حالة إنكار ذات الذكر بشهر الواحد وشهر شباط وشهر آذار كان ما يشبه الإنكار لوجود كورونا أصلا وربطوها بغير أمور وكذا كأنما أنه الموضوع نظرية مؤامرة وكذبة لغرض عدم التجمع وغيرها لكن بالتدريج ومن الناس يعني فضل أيضا وسائل التواصل الناس شافت اللي دي يصير بالعالم بدت استجابة بالتدريج وطبعا دعم وسائل الإعلام اللي كان أيضا متفاوت لكن بشكل عام أغلب وسائل الإعلام وقفت وقفتها مع وزارة الصحة بهذا الخصوص وما زالت ومنها فضائيتكم الكريمة نعم لكن يبقى المعاولة الأساسية هو على وعي المواطن وعلى محاسبة المخالفين ومن هنا أنا أدعو جميع وسائل الإعلام الوطنية الحكومية وغير الحكومية وحتى الغير عراقية إلى أن تساهم في نشر رسالة التفقيف والتوعية الصحية وكذلك دعوتي ورجائي لكل القيادات الدينية القيادات المجتمعية القيادات العشائرية الشخصيات العامة المحبوبة الفنانين الرياضيين كل إنسان عنده جمهور وعنده ناس تحترم رأيها عليه أنتم الإعلاميون عندكم ناس يتابعوكم يحترمون رأيكم مسئولية أخلاقية ووطنية وشرعية وقانونية أن تنشروا رسالة التفقيف والتوعية الصحية كل إنسان بطريقته كل إنسان بالأسلوب اللي يشوفه مناسب حسب وضعه لكن نحن نواجه تحدي كبير كمجتمع فإما أن ننجح أو لا سمح الله أن نخفق في مواجهة هذا التحدي الخطير دكتور قبل لا أتحول إلى الأستاذ أيضا أحمد أحكي لي عن مطالبات ذيقار في قضية إعادة فرض الحظر وإغلاق المدارس خصوصا مع تسجيل 35 إصابة بصفوف الطلبة حسب الرقم اللي موجود عندي أحكي لي تفاصيله دكتور سيف سيد الكريم مع الأسف نعم سجلنا إصابات في الطلبة وكما ذكر ضيفك الكريم ما ننسى الهيئات التدريسية هما معرضين لنفس الخطر أحيانا العدوى تنتقل من الطالب إلى المدرس أو العكس وهذا المدرس ينقلها العائلته ولذلك حملتنا اللي بدت يوم الأحد إحنا أجرينا الفحوصات على حد سواء للهيئات التدريسية والموظفين وحتى الأخوة الحراس حماية المؤسسات التعليمية فضلا عن التلاميذ والطلبة أنفسهم إذا أعلنت الوزارة إذا كان عدد معين سجل في مؤسسة تربوية واحدة أكو عدد معين طبعا حسب ما يقرر الفريق الصحي حسب قطاعات الرعاية الصحية الأولية في المنطقة تغلق المدرسة وتعفر وكذا كثير من الإجراءات حسب ما نكتشف من حالات مؤكدة وحالات مشتبه بإصابتها لكن في نفس الوقت أنا أدعو جميع وسائل الإعلام إلى أن لا نتجه نحو التهويل ولا نتجه نحو تسخيف الحقائق يعني لا أنه نزود من الإصابات ونبالغ بها هذا مو صحيح أو أنه نتهاون بالحقائق العلمية ونعتمد على المصادر الرسمية وأعتقد وزارة الصحة وعلام وزارة الصحة وبكل صراحة يعني إحنا كانت حالة نادرة بين أستطيع أن أقول دول المنطقة بل دول العالم شكرا لتطميناتك دكتور سيف اللي التزمنا بها خلال أشهر الماضية بل دبط ممتاز إشقد سجننا دكتور سيف بس إذا تسمح لي أنا لا أطمئن إذا تسمح لي إحنا من نخوف أو نطمئن نستند على أساس علمي موضوعي بل دبط وليس على تفضيلات شخصية بل دبط نعم فإحنا بالوقت اللي نحذر بي أيضا نطمئن من باب أنه اعتمدوا على المصادر الرسمية ممتاز دكتور سيف إشقد سجننا كسلالة جديدة إشقد نعم حسب تقاريركم معلومات لحد الآن لم لحد هذه اللحظة لم يثبت علميا تسجيل أي حالة بالسلالة الجديدة في العراق رغم أنه أمر ممكن ومتوقع ما هي السلالة الأولى انتشرت إلى العالم كله وليس فقط إلى العراق خلال أسابع قليلة نعم لحد الآن لحد الآن لم يثبت تسجيلها داخل العراق ونحن خلال أيام قليلة سيكون هناك تحديث مهم لمختبر الصحة العامة المركزي التابع لدارة الصحة العامة وكذلك المختبرات التعليمية في مدينة الطب ولا نحتاج إلى المختبرات المرجعية سنكتشف التسلسل الجديد داخل العراق أستاذ أحمد وين صوتكم تضموه في أي اتجاه في تأجيل الدوام في دمج الدوام في الأبقاء على قضية التعليم الإلكتروني في حدكم للشهر الثالث خلاص والطالبون مثلاً وزير التربية بتعطيل المدارس حتكم لنصف السنة شنو الملبي والأفضل والأريح لكم كمجلس أبا يعني سابقاً في إحدى اللقاءات السابقة تدري جنابك أحنا عادةً الثقل الأكبر يكون هو على النصف الأول من السنة للعام الدراسي العام الدراسي الحالي تأخرت ب يعني بداية العام الدراسي يعني ابتدت 29-11 فإحنا في إحدى اللقاءات طالبنا في ظل جائحة كورونا لأنه هذا عدو لك مجهول وفي أي لحظة يقتلك فطالبنا أنه يكون العام الدراسي أربعة أشهر وينتهي لأن إحنا عادةً في ظل الظروف الطبيعية أستاذ أحمد العام الدراسي في السنوات السابقة هي النصف الأول هي بحدود تقريباً ثلاثة أشهر يعني إذا نحسب ابتدت الدراسة شهر 10-11-12 الواحد منتصفة تبدأ الامتحانات نصف السنة فطالبنا أنه يكون يعني مو نصفين نصف واحد وزيادة بالمدة يعني التعليم الإلكتروني صار شوية عبء مو شوية وإنما هو عبء على أهالي تعليم الإلكتروني طبعاً لأنه أوقات بث الدروس عانوا من عند هالأولياء الأمور يعني مرات طبعاً أنترنيا الله حتى سوى مشاكل حقيقة مشاكل وكل من ملتهي بزاوية والأوم والأب يدرس البيت انشلش أحسنت البيت انشلش البيت انشلش بالتعليم الإلكتروني مهي هاي المصيبة الكبرى إنه إحنا مو بإرادتنا لكن الظرف هو خلانه خلانه إنه نصير بهذا الموقف المحرج يعني تدري التعليم الضعيف يعني بعض الكوادر التدريسية تبدي تنزل الدروس مالتها بالوحدة بالثنتين بالليل هذا الوقت يكون شوية قوي الأنترنيت صح أوامل كثيرة ومشاكل كثيرة مال ميلو حق طشار يلو حق طشار بس أريد أطلع بأقل الخسار إحنا من العام بس مو على حسابك والله هل تعليم إحنا من هذا شي مو برادتك السادة أحمد ولا برادتي يعني أنا اليوم عندي صحة أبنائنا فوق كل شي ومع هذا إنه إحنا لا نهمل الجانب العلمي الضغط الهائل اللي صار على وزارة التربية حقيقة يعني هي إحنا مو نبحثلها عن أعذار لا لا هناك عدهم أخطاء هناك سلبيات بس إحنا دورنا هاي الأخطاء نعينهم بمعالجته السلبيات نعم نقومها من سلبي إلى إيجابي لكن أريد صوتي اللي يسمعنا يعني الصوتي اللي يسمعنا حتى نعينه إليه ونعين أنفسنا في نفس الوقت يعني اليوم وزارة التربية متى سمعكم وزارة التربية؟ يعني إحنا كتربية كرخ الأولى اللي يعني رئيس مجلس الأعباء بيها يعني عقدنا عدة اجتماعات مع الدكتور فلاحوكيس من بداية العام الدراسي وضعنا عالية على أبسط الأمور سطاعت أغلب أغلب وليس الكل أستاذ أحمد أغلب مدارس تربية كرخ الأولى بوضع كابينة التعفير مواد هيئة نمواد التعفير الكمامات اللي هي الجزء الأكبر خلي أكون صادق جدا معك الجزء الأكبر على أولياء الأمور من خلال مجالس الأعباء يعني الناس بس أولياء الأمور وهم ددز طلبتها لمعاهد التدريس الخصوصي بطوابير وبغرف صغيرة جدا بيوت لا تخلي نحج لا لا الله يرغب أنك شون اللي عدت فائدة اليوم الواحد أستاذ أحمد واني دازبني يوما نتلاثب معاهد التدريس الخصوصي الله يخبرني وهاس سأح نكلم مكيالي شلون شلون تفضل أنت اليوم الواحد هو المفروض اليوم الواحد إعادة للأمور العلمية اللي الطالب عدت اللي قرام ما أفتهمها يعني اللي بثت عليك يتروني يعني يسأل الطالب شيني هذا الموضوع اللي ما أفتهمت حتى يقدر المدرس يعينه في هذا الموضوع إحنا اليوم دكتور سيف يعني دا يحذرنا أنه من السلالة الجديدة ومن عدم الالتزام إذا زدنا الأعداد أكون نقطة كل ش مهمة أستاذ أحمد كل ش مهمة لا تهمي لا أترجعك بعجال نعم العام الدراسي اللي راح ترى القضية صارت أشبه في نظام العبور دور أول دور ثاني دور ثالث خمس درجات عشر خمسطعش وإضافة الدرجات صار دلال لا لا الدلال صار دلال الدلال 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 ترضى ما ترضى الظرف هو اللي فرض علينا الأعداد الأعداد أستاذ أحمد خلي شوئي ساعة صدرك علي بالعكس بالعكس وانت أنت عزيز وصع عشر درجة يا ساذ أحمد نعم 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 طلعوا معدلاء محش رب العزة شي يقول لا لا أنا جاوبك أنا تعرفي أنا يعني صريح جدا صريح رب العزة شي يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني رب العزة يقول هكذا نعم لكن نتيجة الظرف الراهن عبره أعداد مو طبيعية يعني احنا مثلا في إدادة العمري مثالي أضربك مثال يعني وليس لكوني رئيس مجلسة أعدادة عمري أو أعدادية كنتي أيضا رئيس مجلسة أباح يعني أعداد عدنا قبل كورونا احنا 1100 الآن عدنا أعداد 1700 1700 طالب في إعدادية العامرية يعني بس مرحلة الرابعة عدنا بحدود 750 1800 طالب هاي المخرجات طبعا 1700 طبعا بيام كورونا 1700 طالب عدنا الآن بس بالإعدادية طبعا مخرجات اللي جتنا من الثالث متوسط الوزاري اللي تدري توقف الوزاري المرحلة الثالث متوسط مع الدلال اللي جنابك سميته دلال أبرو أغلب الطلب طبعا طبعا والعبور اللي صار شوف أنا السادة أحمد طيب العبور اللي صار حقيقة شيء اللي مستوى محافظ عليه عبار واللي ما محافظ جتة كورونا يدعي لها يصلي لكورونا أربع ركعهم قليل بحقية والطلاب يدعون طبعا لأنه لو يدخل إلى الامتحان الوزاري وفي ظل ظروف طبيعية ما يوجه هاي العداد ما تعبر ما تعبر والمساعدة ما يشوف الخمسين هذا يجوب إذا حصل الخمسين يجوب إذا حصل الخمسين دكتور سيف خلينا على اللقاح المرتقب يعني يعني أريد المعلومة الرسمية منك عزيزي أستاذ سيف الصيني الأميركي الروسي بشكل نهائي لأن يوميا نسمع معلومة جديدة على ماذا تفقت الصحة في أي لقاح في أي جانب فضل عزيزي فضل سيدي كريم أأكد لك أنه لن نعتمد على مصدر واحد أو مصنع واحد أو دولة واحدة الأسترازنكة إن شاء الله أعلن اليوم سيدي الوزير عن وصول وجبات حتما وجبات كبيرة نهاية هذا الشهر إن شاء الله وكذلك فايزر مستمرون معهم وستصل أيضا أولى الشحنات قريبا وأيضا عندنا تواصل مع الشركة الصينية المصنعة سينوفارم وستكون هناك أقرارات كما ذكرت بداية حديثي مع حضرتك ستكون هناك أقرارات للوقاحات أخرى نحن بالظروف الاعتيادية حتى الدول البسيط تشوف أنه الوزارة لا تعتمد على جهة واحدة التوريد وهذا جزء من الأمن الصحي للبلد أنه إذا صار أي مشكلة في توريد علاج خصوصا إذا كان علاج منقذ للحياة أو مثل اللقاحات أو العلاجات المهمة لازم تكون عندك أكثر من خط لتوريد هذا العلاج مثلا قضية الأكسجين منصارة أزمة وزارة الصحة فعلت التصنيع المحلي وكذلك القطاع الخاص والاستيراد حتى يكون عندنا شنو يصير عندنا توريد لمادة الأكسجين الطبي من أكثر من مصدر إذا صار خلل أو تأخر لأي سبب في مكان ما راح نقدر منعوب من المكان الآخر وأكد لحضرتك اليوم السيد الوزير في هذا المكان أقام مؤتمرا صحفيا وأعلن هذا الموضوع بوضوح ممتاز أحتينا عن السفر دكتور سيف والحدود بشكل مفصل بدقيقتين وين ماضي الوزارة نعم السفر غلق الحدود وغيرها في حال ازدادت هذه الإصابات بالسلالة الجديدة نعم أشكرك سؤال جدا مهم ذا تذكر أول ما ظهرت السلالة الجديدة في العام الماضي أو آخر العام الماضي وزارة الصحة أعلنت منع السفر إلى الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة بالنسبة للعراقيين يعني منع السفر إلى هذه البلدات أما الوافدين من غير العراقيين فمنع السفر منع سفرهم إلى العراق أما العراقيين فيحجرون لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا سواء السلالة هذه أو قبلها وصار تحديث على هذه القائمة عدة مرات لتعرف حضرتك كل يوم أكد دول جديدة تظهر فيها هذه السلالة ووزارة الصحة مستمرة بهذه السياسة الفكرة أنه نمنع دخول هذا الفيروس إلى العراق أو نقلل أو نبعد الوقت الدخول إلى أكبر مقدار ممكن تلاحظ قصص انتشار السلالة الجديدة هي من خلال السفر وفد سياحي مثلا ذهب إلى بلد معين من بريطانيا أو غيره وانتشر ومن هذا البلد ذهبوا إلى بلد آخر وهكذا تعرف يعني هو خلال أيام قليلة انتشر الفيروس إلى كل العالم وهذا الخطر وارد وخطر ممكن ومتوقع ولذلك وزارة الصحة صعدت من إجراءاتها وصعدنا من خطابنا ونكرر طلبنا والتماسنا من جميع وسائل الإعلام أن تساعدنا في موضوع نشر التفقيف والتوعيد نعم بأقل من دقيقة دكتور رسالتك إلى الرأي العام بلك بلك يسمعون منك كلمة حتى يصير عدوا مع المجتمع بلك نقول ما بلفسك ماما يضحكون ما أعرف يقولك دي دير يا يا صارت قديمة نعم حقيقة والله حقيقة تفضل دكتور رسالتي إلى كل شخص يسمعني رسالتي إلى كل شخص الشهر نعم الآلاف من أخوانكم الطالب الجيش الأبيض أصيبوا واستشهد من صفوفنا العشرات رسالتي إلىك لنضيع تضحيتهم عدم التزامك أنت راح تخلي تضحيتهم تذهب هو هو ضحب نفسه حتى يحميك و يحمي أسرتك إذا أنت ملتزمت راح تضيع تضحيتها باء و ما راح يكون إلها معنى و إلها قيمة منو بيكم يقبل يتحمل هذا الوزر الكبير هذه رسالتي شكرا جزيلا دكتور سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ضيفا كريما شكرا عزيز سيف المحترم نورتنا في هذا اللقاء عبر شاشة الرشيد شكرا لجنابك شكرا جزيلا أستاذ أحمد برسالتك الأخيرة أيضا بأقل من دقيقة أهلا وسهلا طبعا رسالتي لا تختلف عن الأخي العزيز دكتور سيف لوزارة التربية الوزارة التربية كل اللي أطلبها من أخواني في وزارة التربية وفي كوادرها تخفيف العبء على الأهالي تخفيف العبء على الأهالي نعم وكرر تخفيف العبء على الأهالي نعم من خلال بث الدروس الإلكترونية لأنها تجربة جديدة والأهالي كل ما كنت لم يكن يكون تفوت منها مدى ما تسمعها يا طبي فرسالتي إلى كوادرنا الأبطال مثل ما عندنا الجيش الأبيض قدنا أيضا أيضا الجيش الأبيض بس هذا يخص كوادرنا التربوية أنه هلا هلا بيأبنعنا في قضية بث الدروس لأنه العائلة اللي يومين يعني طالبين ثلاثة وبيضخ قوي يولد يولد كثير من المشاكل شكرا جزيلا أستاذ أحمد الجمالي رئيس مجلس الأبا في الكرخ نورتنا حقيقة أيضا رسالتي لمشاهدي قناة الرشيد الفضائية لكم جميعا في هذه الأيام وفي ظل وجود تحذيرات جدية وخطيرة هذه الكمامة من واحد ينصحكم البسوها لا تقولون علي هذا قديم من واحد ينزل لماركت لمحطة بانزيخانة لدائرته للمسجد لعزاء قللوا رجاء لأنهم مقبلين على سلالة جديدة مو بلسان أحمد الطيب ولكن بمؤشرات وتحذيرات جدية لوزارة الصحة أرجوكم أتمنى تذكرون كل واحد بنا يذكر أمه يذكر أبوه يذكر بنته يذكر ابنه يذكر أخوه أخته جاره أقاربه فقدنا الكثير والله العظيم بعد ما عدنا قلب نفقد الأحبة ما ظل عدنا صبر والله العظيم هايا ما لها أي قيمة قيمتها جدا تافية ولا ثقيلة ولا محلوة ولا ما تفيد تفيد جدا في ظل وجود هذا الوباء التزموا الله يرضى عنكم خلونا نرتقي كعراقيين شوية غاروا غاروا من المحافظات الأخرى ما نريد نسميها بدوا يلتزمون غاروا من الأردن غاروا من الكويت شوية من تركيا شوية غيرة غيرة مجتمعية وعي اجتماعي اعتنوا اعتن بنفسك تحمي عائلتك تعتن بنفسك تحمي جارك تحمي الموظف الليوياء ثقيل أستاذ أحمد هاي لو خفيفة لا والله شوف أشمحها اللي باوع اه تخلي هاي الشكل ها بالعكس زين عيني يعني اللي بالضبط هذه كل اللي ذكرته بالضبط يعني والله والله حفاظا على صحة الناس وصحة العائل اللي ذكرت أنه فقدنا ناس بالفعل فقدنا وعد بزعنا للحزن اللي متني بهذه الجملة أي والله والله فقدنا ناس وريد نحافظ على الوقت فقدنا وأيضا مع الأسف أيضا مع الأستاذ حيدر فاروق اللي كرسية فارغ إذا زميل المخرج بالعام مواضح جاي جدا المتحدث باسم وزارة التربية كان من المفترض أن ينضم ويانا في نصف الحلقة ثمان ونص اللي ثمان ونص تقريبا لكنه لم يصل وما أعرف شنو السبب تحياتنا لكل من شاهدنا الكمامة 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 حفاظا على أبنك وأهلك شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا أستاذ الحمد حياك الله حياك الله شكرا أستاذ